اشتركوا في القناة مبارح احتفل التيار بها المناسبة وكانت فرصة لاستعادة قصص البطولة بها اليوم قلت له بشرفك جورج الله يخليك اذا فاتوا لينا هرب عمولشي هرب حرام كرمال بنتك وكرمالنا طلع فيه هيك بغضب انه فتح عيني فيه كتير وقال لي من عقلك انا عسكري بالجيش بدكيني اهرب دابط بالجيش يهرب شو انا الجنرال فيه عسكري بيهرب شو انا ميشيل عون مفكرتيني لا يهرب المفروض انه الشهادات بهاك يوم معمولة لتدعم الجنرال انما من حيث ما انتبه كانت الشهادات ضده كانت ايدانة له فيه ناس فيه ناس بقيت وقاتلت وقتلت بمعارك هو اختارها انما هو هرب منه وترك جنوده وراه بس كمان كمان مش قليل مش قليل شو كان عم بيواجه الجنرال الاحتلال وعملاء الاحتلال وهو الاسوأ الاشكالية الكبيرة كانت انه كل اللي حكموا لبنان بعد 13 تشرين بقيوا هن ذاتهم بعد التحرير وبعدهم لليوم متحكمين برقاب البلاد والعباد هالطبقة السياسية اللي حكمت البلد 25 سنة وتحكمت بكل شي فيه هي المسؤولة عن الانهار يلي صاير اليوم بوطننا الجريح هي بذات الطبقة السياسية ما عدا حلفاء الجنرال ميشيل عون مثلا حسبوا معي الوزير سليمان فرنجيب حياته ما كان جزء من الطبقة السياسية اللي حكمت 25 سنة ابدا ابدا المير طلال ارسلان المير طلال خلق بقلعة راشية وقت الاستقلال وبقى هونيك كبر بالقلعة لرجع الجنرال من بريس طلعه من القلعة حسب الله ولا جنس العلاقة نهائيا بالمرحلة الماضية كلها الرئيس السابق ايميل لحود شريك عون برحلة المنفى كان ببريس رجع معه إليل فرزلي رئيس تكتل نواب المنفى جنرال عم تنتقي الطبقة السياسية هي اليوم اللي انت متحالف مع اقوى ناس فيها بالظل الوجود السوري بس لحظة لا هو متحالف مع الشقف الوطنية بهالطبقة في فرق بين الوطنيين وبين العملة للأسف بعض اللبنانيين بعضهم عم يدعموا الشر متل ما دعموا من كم سنة اسرائيل حربها على لبنان بالموقف وبالمعلومات نعم وهو الهن جنرال بزيتهم يلي انت ناطر ينتخبوك يعني انت مرشح المقاومة والناخب اسرائيلي كيف هادي ما فهمت هزا هو العملة لاسرائيل ليه عم الطالب ينتخبوك ونزلوا على المجلس وانتخبوني وانا بمثل وانا ابو ربا بتاخد شرعيتك من عملة من جواسيس من اسرائيلية ولو مان ما معودين عليك هيك ما معودين عليك يا شعب لبنان العظيم الشعب اللبناني انتو الشعب اللبناني ارادة الشعب اللبناني ها شفت شفت الشعب لكمية البقية القوى السياسية عم تضرب بساف غيرة مثل ما قلتلنا مباريح ابدا الجنرال ما بيمشي الا ورا الشعب الشعب اللبناني العظيم الشعب العوني العظيم اما الجمهور العوني المحتشد فرفع لافتات الترحيب بالوافد الجديد مع تضمينها تهديدا للخصوم يجاكم فلاديمير يا البلدامير هاي لرفعت مبارح بالتظاهرة هذه اللافتة يجاكم فلاديمير يا البلدامير فينا نشوف هاليافطة اللي انرفعت مثلا أنا مع شعار إجاكن فلاديمير يا بلدامير ما فهمت عون راكد ورا الشعب الحر السيد المستقل اللي بيدوره راكد ورا فلاديمير بوتين لك هلأ الشعب يصفل حر بخياراته بس الجنرال ما بيقبل إلا ياخد الدعم من الشعب اللبناني العظيم وإذا سائب إنه الشعب اللبناني العظيم مضبط أموره مع فلاديمير بوتين خيره ببركة دهب لا لا بعدين خير بوتين مننا وفينا ماشي الحال إذا كان في مليونين أرتودوكسي بسوريا استغسوا ببوتين العائد إلى الإيمان مع دولته مع له ما في مشكلة ما في شيء ما في شيء أبدا 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 شو المشكلة ومقابلهم في كذا مليون سنة رح يطلب الدعم من الخليفة البغدادي العائد إلى الإيمان أيضا كمان هذا مؤمنين بين بعض وخوض على محبة وتآخة وتآلف التيار بالنتيجة يا جماعة التيار الوطن الحر التيار مؤمنين بيمشي مع المؤمنين وين مكان حالك يمكن تيار المستقبل المستقبل بيشرب خمر وحزب الله ما بيشرب خمر بس نحنا منشوف حالنا مع هالأشخاص يلي هني ما بيشربوا ونحنا منشرب عم نشوف حالنا معه أكتر منه ديك إيمان بعدين أحسن نتحالف مع ناس ما بتشرب لأن ما بيعود فيه مضاربة على الاستهلاك يعني إذا فيه عشا للحلفة مثلا حزب الله والتيار مصروف نبيد هو بذاته ذات الأناني حلف وفير مع حزب الله صراحة بينما مع تيار المستقبل إذا عظموا على عشا بيضوبل المصروف بدك تكون عندك تفكير اقتصادي بعيد المدى مش إنه هكيف مكان التيار متحالف مع حزب الله اللي ما بيشرب ونبيد يا جماعة شغلة مقررة تاريخيا بسيئسة التيار الوطن الحر شافنا السوريين بالقتل تشوفنيهم بالمطاعم وشوفنيهم وين مكان عيشين نتلا بدون رجل بدو يشرب بدو يشرب كيس عرب بدو يشرب ببيت مبيد ما حدا بيمنعهم بدو يأكل لحمة من عند اللي حاول بهمه ما بيجبروا على أكل لحم من محلة معايا ما فهمت عون مع الأسد لأنه بيشرب وما حزب الله لأنه ما بيشرب كيف هيدا مش رفق جنرال عن جد حيارتنا خلص با ساعة مع الشرب ساعة ضده أنت مرشح المقاومة بس بدك جماعة إسرائيل ينتخبوك ضد الطبقة السياسية اللي حكمت 25 سنة بس خلفاء كنزات هاي الطبقة السياسية بتحتفل بالجنود اللي ما هربوا بذات اليوم اللي أنت هربت فيه هيدا شو اسمه هيدا؟ شو بيسموه هيدا؟ هسكيزوفرانيا الدولية خلت الشعب اللبناني يفهم منيح أنه ما في يتكل إلا حانه لأ أدي حلوة يتكلوا عليك يعني هيك طلعت تعرف شو اسمها وفرت علي الشرح تصبحوا على خير تصبحوا على خير